اهلا بحضراتكم من جديد الحديث عن الحوار الوطني حديث لسه مستمر والناس لسه تنتظر المزيد من هذا الحوار نقاشات وتوصيات لأولى جلسات المحليات داخل الحوار الوطني هنعرف مع حضراتكم كل مدار في هذه الجلسة بالتفصيل معنا دلوقتي على الهواء مباشرة سيادة نايب علاء الدين عصام عضو مجلس النواب ومقرر مساعد لجنة المحليات بالمحوار السياسي بالحوار الوطني وأيضا أمين شباب حزب التجمع أهلا بحضرتك ونورنا سيادة النايب ده شرف لي يعني المحليات دي نقطة مهمة جدا والناس عندها مشاكل كتير وتحديات كتير داخل المحليات عايزة أعرف من حضرتك أهم مطرح داخل الجلسة أمس الحقيقة دي الجلسة الخمسة المعلنة احنا يعني على مدار ثلاث أيام خلال الشهر الماضي كنا بنناقش قضايا مختلفة وهي جلسات علنية حول نظام الانتخابي الأمثل لقانون المحليات هل قائمة مغلقة مطلقة قائمة نسبية الفردي وبعد كده نقشنا بقى اللامركزية التي أشار لها الدستور حياتك عارفة أن احنا دولة مركزية منذ أيام الفرعنة يعني لكن طبعا التطور المتلاحق اللي بيحصل على المستوى العالمي والاقتصادي والاجتماعي بيخلينا دايما ننظر إلى اللامركزية كسبيل لتقليل البيروقراطية محاولة القضاء عليها اللامركزية لتفعيل دور المواقع التنفيذية في المحافظات بعد كده نقشنا ما يتعلق بوضع العاصمة الإدارية الجديدة هل هي محافظة هل هي مدينة داخل محافظة القاهرة طب شكلها الإداري والمحل يكون عامل إزاي أيضا نقشنا بقى مبارح النقطة دي في الجلسة وأيضا نقشنا هل المحافظين وعضاء المجالس تنفيذية يبقوا بالانتخاب ولا بالتعين وطبعا أنت عارفة ده حوار وطني بيجمع من أقصى اليمين لأقصى اليسار وخبراء وسياسيين وكل مختلف الأطياف كلنا كنا بنتناقش بعد أن توافقنا على عدد الكلمات عدد الدقائق المسموحة لكل تمثيل من الأحزاب أو الخبراء بعد أن توافقنا على احترام الدستور كخلفية ومرجعية لنا كلنا في الحوار الوطني اختلفنا فيما بيننا حول رؤيتنا ووجهة نظرنا حوالين مختلف الموضوعات التي نقشت في الجلسات الماضية وأنا أعلنت مبارح أنا وأستاذي دكتور سمير عبد الوهاب مقرر لجنة المحليات في الحوار الوطني عن أن الجلسات المعلنة في المحليات تقريبا ما مش متأكد برضو أننا أول لجنة من 19 لجنة اللي أنه عملهم كجلسات معلنة بعد بقام هنجمع كل الأفكار وجهات النظر دي عندنا إن شاء الله ورشة عمل غالبا هكون يوم 7-8 هي ورشة مغلقة بتضم خبراء من مختلف الأحزاب والأطياف السياسية لصياغة ما ترحى من أفكار وعنوين عامل أنت عارفة الجلسة دي كم ممكن حياتك مثلا تضم 80 واحد 100 واحد وفي ممثلين مش أقل من 20 أو 30 ممثل لمختلف الأحزاب والجهات وبيتغيروا يعني بعضهم بيتغير فطبعا دي كلها وجهات نظر إحنا بنجمعها وجمعناها وأصدرنا توصيات بيها بس التوصيات النهائية لمثلا نظام الانتخابي يعني ممكن مثلا يبقى فيه توصيتين في المحليات مثلا أن الناس بتدعو بالقايمة المغلقة المطلقة وناس بتتكلم عن القايمة النسبية طب أوكي أنا ما عنديش مشكلة إحنا بقى لما نقعد في ورشة العمل هل في ظل المواد اللي موجودة في الدستور اللي هي 25% مرأة و25% شباب و50% عمل وفلاحين كمرشحين يعني ملتزم بيهم كاكوتا هل هقدر أصغرها في شكل نظام انتخابي بالقايمة النسبية طب هل ده هيبقى فيه مشكلة دستورية في النهاية ومسألة أن المحافظ يبقى بالانتخاب ولا بالتعيين والناس والدول اللي برا يقولك المحافظين بيتم تعيينهم بالانتخاب ببعض الدول انتخاب وبعض تعيين ده بيتماشى قد ايه مع طبيعة البلد لأنه يعني في النهاية في ناس كتير تشوف ان المحافظ ممثل الدولة يمثل سياسات الدولة مسألة انتخاب المحافظ دي مسألة مختلفة ومش يعني ما نفذ نهاش قبل كده ده تم طرحه في الحوار الوطن؟ اه ما هو مبارح نحن في الجلسة الحقيقة زي ما قلت لحضرتك وهو ده محور بقى ورش العمل بس هي النقطة دي حالتك جديرة بالليتام وحياتك قلتيها هو الحقيقة فعلا عند حضرتك حق يعني احنا كل بلد لها خصوصية ولها ثقافة بالتأكيد سعيد غير اسكندرية غير القاهرة كل حاجة او مصر غير امريكا غير فرق يعني كل حاجة لها خصوصية والحقيقة انه الحديث داخل الحوار الوطني عن المحليات حديث هام جدا والناس تنتظر منه المزيد لان ده موضوع بيمس الناس من الدرجة الاولى الحوار الوطني مستمر ومثمر الحقيقة وننتظر منه المزيد وان احنا نستمر وفق الجداول المزمنية المحددة ده اندل على شيء بيدول على حرص الجميع على مواصلة الحوار داخل الحوار الوطني حرص الدولة على كل ما ينتج عن هذا الحوار انا مشكر حضرتك شكرا جزيلا سيادة نايب علاء الدين عصام وعضو مجلس النواب ومقرر مساعد لجنة المحليات بالمحور السياسي بالحوار الوطني شكرا جزيلا على وجوز حضرتك معنا انا اتشرفت بيكي وبشكر كمان مجلس الامناء لانه هو جزء من نجاح هذه المنظومة هو مشكل 50% معارضة و50% اغلبية ده معناه ان احنا وصلنا من مرحلة وصيغة من ان احنا عارفين نشتغل مع بعض ان احنا عارفين ننجح اي شيء وان شاء الله بميزة كبيرة داخل الحوار الوطني وجود كل هذه الطواقف المختلفة ونشتغل بهدوء وبتفاهم نسمع الرؤى المختلفة علشان نوصل لمنطقة مشتركة نقدر بيها نقفز على كل المشكلات اللي بتواجه هذه البلد شكرا جزيلا يا فانت حسيب حضراتكم مع حديث كل حب وفن وطاقة ايجابية وقصة حب كبيرة ما بين الفنان الكبير راغب علامة وما بين مصر والشعب المصري وحبه الكبير للبلد وقد ايه هو بيحب الناس في البلد وشايف ان النجوميته بدأت في مصر ومشواره ابتدى من مصر كان موجود الفنان الكبير راغب علامة الويك اند اللي فاتت في مهرجان العالمين في نسخته الاولى تحت شعار العالم العالمين يعني كات واحدة من اهم انجح الحفلات داخل المهرجان اسيب حضراتكم تتابعوا وتاخدوا يعني جرعة كبيرة من الطاقة الايجابية والحب لبلدنا والفن بشكل عام انا كنت سعيدة ان اجريت هذا الحوار وشرف كبير ان اكون في حضرة النجم الكبير الميجاستار راغب علامة وده على هامش فعليات مهرجان العالمين اللي مستمر مع حضراتكم لحد يوم 26 تمانية اسيبكم تتابعوا وتستمتعوا بهذا اللقاء وبعد كده نروح لفاصل شوفكم في حلقة تانية من حلقات التسعة وبعدها ان شاء الله كريم رمزي ورقم 10